موسيقى يوجه إيرانيون عدة غضبهم إلى الصين لنقل فيروس كورونا إلى بلدهم في المقام الأول ففي قوم المدينة الأكثر تأثراً بالفيروس في إيران تقوم الصين بمشاريع هناك مثل بناء خط سكة حديد عالي السرعة والمساعدة في تجديد محطة للطاقة النووية إضافة إلى وجود طلاب دين صينيون يدرسون في معاهد قوم مسؤول صحة إيرانيون قالوا أن مصدر تفشي المرض من المحتمل أن يكون إما من عمال صينيين في قوم أو رجل أعمال إيراني من قوم سافر إلى الصين وما زاد الطين بالله بحسب مراقبين أنه وعلى رغم تفشي الفيروس والحظر الحكومي لم توقف شركة مهان للطيران التي يسيطر عليها فيلق القدس السفر إلى الصين إذ قامت الشركة بـ 43 رحلة على الأقل منذ الأول من شباط فبراير الماضي وفقاً لسجلات الطيران عبر الإنترنت من موقع إفلايرادار 24 في المقابل يقول مراقبون أن الأمر لا يتعلق بالضرورة بجودة نظام الرعاية الصحية إنما يتعلق بسوء الإدارة والمعلومات الخاطئة وبين هذا وذاك تسيطر نظرية المؤامرة على الساسة الإيرانيين فبعد أسبوعين من تسجيل الوفاة الأولى في إيران افترض قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن يكون الانتشار العالمي للفيروس نتيجة حرب بيولوجية أمريكية ضد الصين وإيران وبحسب الإحصاءات الرسمية توفي أكثر من 350 إيرانياً بسبب الفيروس المستجد وتقول الحكومة إن 9000 شخص أصيبوا به فيما يقول علماء الأوبئة إن العدد قد يكون في الواقع عشرات الآلاف فيما كشفت منظمة الصحة العالمية والحكومات في تلك البلدان أن المسافرين ومعظمهم من حجاج المزارات حملوا الفيروس إلى 15 دولة أخرى على الأقل